يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم والله غير أكمالنا بالله فرحم حالنا بالله عليكم هل هذا الكلام يقال لغير الواهل واحد لأحد جل في علا تنادي نبي الله صلى الله عليه وسلم وتقول بالله غير أكمالنا بالله يترحم حالنا بالله عليكم أهذا كلام يليق بمقاب النبوة هل هذا الكلام فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الكلام يعني ثمت جهاد رسولنا عليه الصلاة والسلام طيلة عمره الشريف صلى الله عليه وسلم جهد في الله حق جهادي وأوذي في الله عز وجل قصدات رباعيته عليه الصلاة والسلام وشجع رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام وأدمي هل هذا ما نكافئه به عليه الصلاة والسلام هو جاهد لينشر التوحيد جاهد لينشر السنة ثم يأتي نحن الآن ونقسم بالله والله غير أكمالنا بالله فرحم حالنا هل هذا ليقوا بمقام الدبوة أيها الإخوة أيها الإخوة كما قلت لكم مقام الدبوة يحتاج إلى اتباع وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أما هذه الخرافات وهذه الشركيات لا تليقوا لا ببيوت الله ولا بنبي الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله يا أيها الدعاة إلى الضلال اتقوا الله عز وجل لست أذي كيف أخاطبكم كيف أخاطبكم والله عز وجل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة بادروا بادروا توبوا إلى الله عز وجل وصحصحوا من غفلتكم قبل أن أتيكم الموت حتى صلى الله عز وجل